زيني عرباء حذر قرأت ازاي شفت ازاي تابعت ازاي دور مصر القوي وطبعا بيان وكلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في البداية صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل سادة مشاهدين يمكن بداية يجب ان نشير ان الطريق الى البريكس لم يكن سهلا يعني نحن اليوم نتحدث عن انجاز كبير للغاية على الصعيد السياسي والديبلوماسي والاقتصادي حقاته الدولة المصرية من خلال تواجدها كعضو الاهم في البريكس ولكن علينا ايضا ان نعود الى الخلف عشر سنوات ونتذكر ان هذا الانجاز على صعيد تموضع مصر خارجيا في هذا التكتل الاقتصادي البالغ الاهمية لم يأتي ولم يتحقق الا بارادة الدولة المصرية ان تبقى وان تكون موجودة وان تستقر داخليا وان تعيد بناء دولتها والتنمية المستدامة في الداخل المصري والتماسك الداخلي وعادة ركائز الدولة المصرية داخلين يعني عوامل كثيرة على الصعيد الداخلي الاصلاح الاقتصادي الداخلي البنية اللوجستية العملاقة التي حققتها الدولة المصرية اذا كان هناك خطوات وسبق هذه الخطوات في الحقيقة ايضا مجابهة الفكر المتطرف ومجابهة الارهاب والتضحيات الكبيرة التي بذلت من اجل هذا الامر اذا الدولة المصرية اشتغلت خلال العشر سنوات الماضية بشكل كبير جدا مما جعلها الآن تتموضع وتكون موجودة داخل المجتمع الاقليمي والدولي سياسيا واقتصاديا بهذا الشكل الذي يجعلنا الآن نفخر بالتحركات المصرية وبالتواجد المصري وبالتالي الطريق الى البريكس كان بالكثير من المجود وطبعا توفر الايرادة السياسية منذ البداية بقرارات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على كافة المصارات التي تحدثنا عنها وايضا الارادة الشعبية التي سندت هذا القرار السياسي وعملت على تدعين التماسك الداخلي والعمل على ايضا النصر الى هذه المرحلة الغير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية في التموضع الخارجي في واحدة من اهم التجمعات الاقتصادية في العالم هذا شك الشك الاخر فيما يتعلق بالتواجد المصري في هذا التجمع طبعا نحن نتحدث عن حدث تاريخي بكل المقيس لان نحن نتحدث عن القمة الاولى لتجمع البريكس التي تحضرها الدولة المصرية كعضو في هذا التجمع ويحصل طبعا لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أول رئيس مصري يحضر قمة البريكس ومصر عدوا في هذا التجمع وبالتالي هي أيضا لقطات تاريخية يجب أن ندرك أننا شواهد عليها أو شهود عليها وبالتالي الجيل الحالي هو شهود أيضا على بعض الأمور المهمة للغاية هذه النقطة فيما يتعلق بالقضايا التي تناولتها الدولة المصرية في هذه القمة فسوف نجد أن كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في الجلسة الأولى أو في الجلسة الثانية كلمات مترابطة مع بعضها البعض يعني لم تكن الكلمة الأولى منفصلة عن الكلمة الثانية بل كانت الكلمتين مرتبطان بشكل أساسي من حيث القضايا ومن حيث الاهتمامات وبالتالي تحدث السيد الرئيس في الجلسة الأولى عن فكرة النظام الدولي بشكل عام وعن أهمية تعددية الأقطاب أو تعددية الأطراف والحفاظ على الأمم المتحدة وعلى نظام متعدد الأطراف وغيرها من الأمور ومن ثم نجد في الجلسة الثانية أيضا الحديث عن نفس الأمر ولكن الطرق أيضا للقضايا المزعزعة بقى لاستقرار النظام الدولي ولكن لماذا تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القضايا ونحن نتحدث عن أيضا أمور اقتصادية لأن لا يوجد اقتصاد مستقر لا يوجد تنمية ما بين دول البريكس أو غير دول البريكس لا يوجد اقتصاد عالمي وإقليمي مستقر دون تحقيق استقرار إقليمي ودولي في هذا التوقيت الراهن لهذا تحدث السيد الرئيس في بداية كلماته عن الوضع الإقليمي والدولي الراهن الذي يشهد الكثير من المصاعب في التوقيت الراهن لأن هذه الصعوبات بتؤثر على الاقتصادي ممكن احنا حتى في الداخل المصري الآن أصبحنا نستشعر هذا الأمر يعني حينما نتحدث الآن عن انخفاض إرادات قناة السويس لماذا؟ لأن الاضطرابات الإقليمية حققت هذا الأمر وبالتالي هذا ينطبع على كل دول العالم كل دول العالم تتأثر الآن واقتصادياتها تتأثر بما يحدث في الصراعات الدولية والإقليمية وبالتالي كان هناك حديث سواء على صعيد القضايا المهمة التي تدعم الاستقرار الدولي والإقليمي وكان على رأسية طبعا القضايا الفلسطينية ما يحدث من مخاطر لإنتساء دائرة الصراع وصولا للبنان وغيرها من نقاط وكثير من القضايا أما على صعيد القضايا التنموية فسوف نجد أن القدس الياسية المصرية يعني دائما في أجندة السيد الرئيس في كافة المحافلة الإقليمية والدولية عدد من القضايا المهمة للغاية دائما بتكون على أولوية حديث السيد الرئيس في هذه المحافلة الاقتصادية تحديدا وهذه الأولوات بتكون دفاع عن حقوق الشعوب الأفريقية والدول النامية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وطبعا الأمور الاقتصادية هنجد حديث عن التغارات المناخية وهذه قضية بالغة الأهمية لأن لا يمكن أن نتحدث عن تحمل غير عادل للدول النامية والدول الأفريقية لتبعات التغارات المناخية يجب أن يكون هناك عدالة في تحمل تبعات هذه التغيرات وبالتالي على الدول الكبرى مسئولية سواء من خلال تطبيق ما تم التواصل له في اتفاق باريس أو ما أيضا أقررته اتفاقية الأمم المتحدة ومؤتمرها الذي عقد في شرم الشيخ كوب 27 من التأكيد على هديه النقاط وبالتالي التغارات المناخية بتؤثر تأثيرا كبيرا على مستقبل التنمية وحقوق الشباب والأجيال القادمة في هديه التنمية الأمر الآخر والذي أيضا تحدث عنه السيد الرئيس وهو فكرة التمويل ومسارات التمويل الجديدة والبحث في مسارات وآليات التمويل تتناسب وظروف الدول النامية الآن وأزمات اليوم في مقابل صندوق مثلا النقد الدولي أو المؤسسات التمويل التقليدية بتأكيد يجب أن يكون هناك خلق لمسارات تمويلية جديدة تتناسب وأوضاع الدول النامية الآن يعني لا يمكن أن نتحدث عن ظرف دولي صعب للغاية ونتحدث عن نفس الظروف التي أيضا هي يعني بتشارج التمويل معتادة يعني بالتالي أيضا عشان كده رئيس أشاد بفكرة أيضا بانك التنمية الخاص بتجمع البريكس لأنه ألية طبعا أنا أعتقد أنها سوف يكون لها أثار مستقبلية بلغة الأهمية أثار مستقبلية بلغة الأهمية